السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دي أخطر ساعة بعد رمضان تعالوا نعرف بعدما نصل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت أي سلسلة الشياطين ومرادة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة الله أكبر فالشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت يعني سلسلة الشياطين ومرادة الجن الشياطين ومرادة الجن اللي كانوا بيتعبون طول السنة بالوسوسة وإنهم عيازا بالله حولوا إغوأنا على كل ما يغضب الله وإنهم يبعدون عن كل ما يرضي الله الشياطين دول أصبحوا متسلسلين ومربطين كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى وهم شايفين بقى وإحنا ما شاء الله مقبلين على العبادة مقبلين على الصيام وعلى القيام وقراءة الكرآن وذكر الرحمن والصدقة وإطعام الصائمين وإن الناس ما شاء الله بتبقى أخلاقياتها من أفضل ما يكون في شهر رمضان بفضل الله هم بقى شايفين كل دوة لإن إحنا أفسدنا كل المخططات اللي عملوها فأقلبها مليان غيز وحقد على المسلمين نفسهم بس بينتظروا اللحظة اللي ينطلقوا فيها بعد ظهور هلال شوال أول ما يظهر الهلال بتنطلق الشياطين على المسلمين بكل ضراوة وحقد وغيز لم يسبق له مثيل طوال العام خدتوا بالكم يعني بمجرد ما يتقال ظهر هلال شوال بكرة واحد شوال من اللحظة دي دي أخطر ساعة ممكن تمر على أي مسلم ومسلمة على وجه الأرض يعني في اللحظة دي السلاسل اللي متسلسل بها الشياطين بتتفك وهم بينطلقوا بقى شهر كامل شايفينكم ما شاء الله صياموا قيموا قرآن وهم مش قادرين يعملوا أي حاجة لا قادرين يوسوسوا ولا قادرين انهم عيازا بالله يبعدون عن أي طاعة ولا يقربون من أي معصية وقفين شايفيننا في يعني في صورة تملأ قلوبهم حقدا وغيظا علينا فيعملوا ايه أول ما تتفك السلاسل بينطلقوا مباشرة على كل مسلم ومسلمة يحاولوا يوقعوا في الشرك معرفوش يحاولوا يوقعوا في أي كبيرة ما ادروش يوقعوا في أي صغيرة يوقعوا في أي حاجة المهم انه عايز يطلع منه بأي حاجة فاللحظات ديت والساعة ديت الساعة دي بفضل اللي يثبت فيها دي بتكون من علامات قبول شهر رمضان ودي تخليه كمل بفضل الله على الطاعة ويثبت على الطاعة بعد رمضان ان احنا دي اخطر ساعة هتمر على المسلم ولذلك يقول جل وعلا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ كَافَةٍ كان فيه واحدة عندها مشكلة في مخها كانت تقعد تغزل 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 وبعد ما تغزل ويكتمل الغزل تروح مسك الخط وفكة كله وبعدين تغزل تاني وتقعد أيام تغزل وبعد ما تغزل تروح فكة تاني فربنا يقول ما تعملوش زي دي دي إنسانة مش عقلة فيه واحد عاقل يفضل يغزل طول شهر رمضان صيام وقيام وقرآن وذكر وبر والدين وإطعام صائمين وصدقات إلى غير ذلك من الخير وبعد كل ده يروح يعمل حاجة تفسد عليه كل العبادة دي وتبطل كل هذه الأعمال دي بإنسان مش طبيعي فعشان كده ربنا أمرنا أن نحن نحافظ على عبادتنا ونحافظ على دينا ولا تكون كالتي نقدت غزلها من بعد قوة الأنكاثة فلابد نحن نحافظ على الطاعة ونأخذ بالنا أن دي أخطر ساعة بعد رمضان بمجرد ما يظهر هلال شوال وينتهي شهر رمضان نحاول بقدر إمكان في هذا الوقت أن نحن ننشغل بطاعة أن نحن نبعد عن أي معصية ما نعودش لوحدنا نعود مع بعض نعيم بعض على الطاعة نهنئ بعض نذكر بعض بالله نذكر بعض بالثبات على الطاعة بعد رمضان ولو على القليل فقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل إذن فلابد أن نحن نحطاط لأنفسنا من هذه الساعة الخطيرة التي تنطلق فيها الشياطين نحو المسلمين والمسلمات وهي الساعة التي يظهر فيها هلال شهر شوال أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من شياطين الإنس والجن وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته